مشهد حقيقة لفت نظرنا غريب جداً بيحدث الجزائر المصرسين بتاعه اللي حصل مع أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر لكن المشهد مش كره وخالص يا جمع رابح ماجر من أسطير الكرة الجزائرية والعربية محدش أعتقد بيوجاد الفداوة فجأة بارح في استاد نيلسون منديلة حصل معاه شيء ملفت للنظر سفارات استهجان كبيرة جداً جداً من الجماهير الجزائرية لما شافته معرفش على شاشة ولا ايه في مباراة منتخبها في بطولة إفريقيا للمحليين سفارات استهجان صمت الأذان الرجل تخض ايه السفارات دي اللي خلت الجماهير تعمل كده في رابح ماجر البعض قالك عشان خاطر فشل لما كان بيدرب المنتخب وانتقد المدرب الجديد الغالبية اتكلموا بوضوح النهاردة عملنا استفتاء على الفيسبوك مش هدا السياسي بامتياز يعني على الفيسبوك وعلى انستجرام اعتقد تقريباً نسبته كانت 100% اللي هو ليه الناس عملت كده مع رابح ماجر الغالبية تحدثت ان هذا بسبب قضايا فساد كان فيها رابح ماجر رابح ماجر متورد في فضائح فساد بالملايين من اموال الاشهار والعقارات التي حصل عليها دون وجه حق يخصص له اليوم مكان في المنصة الشرفية في مسخرة الشان وكان شيء لم يكن ولكن اللي حجب في الجزائر جزائر الجديدة التي يقرم فيها المجرمون من امثال التوفيق وانزار للتذكير فقط المدير العام الاسبق للشركة الوطنية للنشر والاشهار العربي ونوغي تحقيقات اثبتت حصول رابح ماجر على معادل 30 مليار سنتيم كمقابل لاشهار وهمي خلال فترة كانت جريدة البلاغ والبلاغ الرياضي اللتيني كان يملكهما ويشرف على تسييرهما في حال التوقف على الصدور وبناء على ذلك تم متابعة رابح ماجر قضائيا وصدر في حقه حكما في جوان الماضي بستة اشهر حبس نافد وغرامة مليئة قدرها مئة الف دينار ولعل موجة التصفير التي واجهها في ملعب نيلسون منديلا من طرف الجماهير تذكر رابح ماجر بملف الربوع الذي استفاد منها في فترة حكم بوتفليق والتي اصبحت حديث العام والخاص ولعل اشار قطع الارضية التي تطلع البحر بمحاذاة منتزه الصيلات بالعاصمة التي قيل انه استفاد منها في عهد الولي عبدالقادر الزوخ المعروف بتورطه في عدة قضايا فساد رابح ماجر بص الجمهور سقر ضد الفساد جمهور سقر ضد الفساد وكله بيتكلم على ده رابح ماجر قدين في قضايا فساد من وقت بوتفليق حكم عليه بالسجن النافذ زي ما حضرتك شايف او زي ما حضرتك شفت ادانة نجم ومدرب منتخب الجزائر السابق رابح ماجر بالحبس النافذ في قضايا فساد اصدرت محكمة سيدي محمد حكما بالسجن النافذ في حق نجم المنتخب الجزائري السابق بعد ادانته في وقاعة التعلق بحصوله على قود دعايا من المال عامل الجريدة كان يملكها بطريقة غير قانونية ست اشهر حبس نافذ ومئة الف دينار سبعمائة دولار غرامة مالية وشريكو المدعو ميمي إبراهيم مع الزامن بتعويض الطرف المدني بمبلغ خمسمائة الف دينار تلتاف خمسمائة دولار وهو دينا ماجر وشريكو بتهم انت تصريح الكاذب بينما تم تبرئتهم من جنح النصب والتزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة رابح ماجر اللي الجماهير صفرت عليه بالأمس بشكل مخيف في الاستاد أول ما ظهرت صورته على الشاشة البعض بيرى ان هذا الاستقبال لانه كان ايضا فوق الفساد من المؤيدين والدعمين لابو تفليقة رابح ماجر في الفين واربعتاشر للنهار لا ادعم بو تفليقة تمعا في المنصب انا بدعمه حب بو تفليقة يكافئ ماجر بمنحه مقعد في مجلس الامة المهم خرجت حملة واسعة تضامن مع رابح ماجر لاعبين سابقين مدربين ولاعبين حاليين تضامن كبير جدا مع رابح ماجر من الاوساط الايه اللي هي الكروية او النخبة يعني تضامن كبير مع ماجر بعد صفرات الاستهجان عبرت العديد من الشخصيات الرياضية والاعلامية وارواد تضامنهم الكبير من اصولة بعد استدافه وصفرات الاستهجان خلال مباراة الجزائر والتيوبيا وطلب الاتحاد الجزائر عبر حسابه باحترام رقم 11 اللي هو كان رقم رابح ماجر وجابوا صورته بالالوان الوطنية جزائر رابح ماجر ده زميل حفيد دراجي رابح ماجر الانسان واللعب الاستورة يستحق كل احترام التقدير وليس التنمر والتصفير على الجهة للسعيدة الشغوفة بالكرة والعاشقة ان تتحلى بالاخلاق الحميدة وتكبر على الافتخاط برموزة التي ساهمت في صنع مجد الجزائر في كل المجالات وعلق مدرب ماجيد بقرة ومن جهة قابدة هدف منتخب اسلام سليماني وارفق سليماني واستغلم زيان الفرصة بعد اللقاء حرام ان يتم التصفير على ماجر لما شفت هذا التضامن مع رابح اولا قلت اين كان هؤلاء جميعا محدش منهم فتح بوقه حقيقة وقت المشهد الموسيق جدا اللي حصل بطولة فين كان كل هؤلاء يعني سيكته على ده تضامنه مع رابح ماجر تمام طيب كل هؤلاء كانوا فين وقت ما حصلت الهتفات الموسيقى للمغرب يفتح البطولة كل المتضامنين وكل اللي اعتردوا لماذا صمتوا وقت الهتفات الموسيقى ما قالوش يا جماعة يعني ما يصحش يا جماعة احنا اشقاء يا جماعة عيب يا جماعة دكفال منتخب ما شاركش كل هؤلاء صمتوا في مواطش الافتتاح وسط الهتفات الموسيقى للمغرب بصراحة لما شفت تلك الهتفات شعرت بالخزي والعار لان العلاقة احنا طول الوقت بنتكلم ان المشكلة في الانظمة علاقة ما بين الشعبين والجمهوريين دائما علاقة قوية جدا ده اللي كنا بنشوف مباريات دايما بتظهر اعلام الجزائر مع المغرب وبالعكس هي تفات سوا سوا مع بعض مع بعض المشهد ده غير مسبوك في تاريخ البلدين عشان كده بحضر بشدة من هذا التدهر السريع جدا جماهير رجاء المغربية كان لها غنية شهيرة جدا خوا خوا يا جزائري وعمرنا ما تفرقنا السياسة ففكرك بهذه المشهد من اكتر مباراة الرجاء مع ريال بتيس الاسباني رجاء المغربي مع وفاق سطيف الجزائر جماهير رجاء كان بتحكي كده وبتهتف كده على الشعب الجزائري وجماهير الجزائر نوع من طفل الجزائري خواهر اجتفك هذا kins 呀 يوسف البلايلي لاعب كرة القدم من جزارية كان مسك عالم المغرب رفقة العالم المغربي والفلسطيني في البطولة العربية بقطر يعني ده اللي احنا كنا بنشوفه السؤال الأهم بقى الأهم واللي خلانا نفتح هذا الحوار اليوم ركز معايا بقى في الديئة دي هل كان فيه جمهورين الجمهور اللي ظهر في حفل الافتتاح في الجزائر مختلف تمام لاختلاف عن الجمهور اللي ظهر في المباراة الأخرى اللي هتفه ضد ربح ماجر الجمهور اللي ظهر في الافتتاح الجمهور اللي ظهر في الافتتاح واللي حصل فيه اه اه التجاوز اللي ضد المغرب هذا الجمهور كان بيحيي نجم الجزائري رابح ماشر ايه اللي تغير السؤال بقلي بيفرض نفسه فورا دلوقتي هلك كان الجمهور اللي في الماتش الاول مختلف عن المباراة التانية ها يعني يعني الجمهور اللي في البتاع اقولها لك ازاي هل تم اختيار جماهير المباراة التحية بعناية عشان تقدي ادوار مهمة يعني اخترنا جماهير احنا عايزينها بشكل معين ما هو انت فيه اختلاق ما هو ده رابح ماشر للدنيا كلها ولعت بسبب مبارح والناس كلها صفرت عليه والسفتاء كل الناس اللي شاكل السفتاء تقريبا نسبة مية في المية صلحولي يا جماعة بعتولي لو لو حصل اي تغيير في السفتاء السفتاء موجود على الصفحة موجود في انستجراب كلها بتقول مية في المية انه بسبب الفساد طب جمهور الافتتاح الماتش الاولاني ليه مختلف حية رابح وشتم المغرب في جماهير كانت اشتاكت انها منحت من الحضور بسبب التذاكر في المباراة الافتتاح اللي حصلت فيها التسقيف لرابح والتجاوز باتجاه المغرب شوفوا تنظيم هذا ويقول لكم نديروك بضفع كدومية فانسان ما كاش تنظيم قاع ما كاش تدخل نستيكيات ديالة وما دخلت شوفوا الغازي شربان ونصرح لحمد بواحد مدخل ما كاش تدخلها قاع شوفوا الغازي شوفوا الغازي حكام احقارين شوفوا اللي يمكنكم في جزائر حيثو تنوع الخبار الأصير والمرافق مرحبا لديكم في جزائر الله الناسي أكتبت ورلالت زوجن عشان اتبعلي تيكي وما تتخلش اكتبلي فيه ممكن ما تتخلش المسؤول يالي لك منطبها ومع تبيع المسؤول باختصار هل تم اختيار الجماهير بعناية زي ما بيتم اختيارهم في مصر في مبارات الافتتاح لتحقق اغراض او تهتف وتتكلم وتهاجم بطريقة شايفها العسكر اللي بيفهمه البلد دي عايزة ايه ولا لا الاختلاف الجدري بين جمهور الافتتاح اللي كان جميل جدا مع رابح ماجر تتغير في المبارات التانية كان بيعاجم المغرب اصالش حاجة في المبارات التانية فالبعض رأى انا باسأل ان الجمهور التاني كان طبيعي بتاع الامس الجمهور الطبيعي عشان كده ما كانش فيه تجاوزات من المغرب عشان كده هو شايف ان رابح ماجر التجاوز اللي محدش يقدر يتكلم فيه في الكورة هما بيتكلموا على الفساد وتأييده البوتفليقة فتشعر ان الجمهور هل الجمهور اللي في الاول مباراتي الاولى ده تم اختياره بعناية عارف توقات كتيرة في الجزائر تبص التمبون كده تشعر انه ايه يعني انه ما يملكش من الامر الكثير وان العسكر ما زال يحكم من خلف الستار زي الاول واكتر